مناني وعياد يحلى الميعاد في سيرة البلاد كالشنعناد في شنو خطرها مناني مناني نعم زعمك شيء عن مغربو شيء عن مغربو خطرها خطرها تأليف إلهام باللامة تمتيل حصن السعداوي وسار الوليد مناني مناني قيس هنطرشت المرا ما عاد تسمع بل أفكأ الواحد يصيم عماها أقل وحي وهرجع إن شاء الله تتلبس مرة واحدة لا تسمع لا ترى لا تتكلم نعم يا عياد جلم ليساعة نضبح سمعوني حتى الجيران وانتي مردتي مش منك من هالنقال اللي داك كراسك فيه وكيف العيل شدتيه وتزازي بيه تنوضي نوضي حطي المرواج على النار يا ودي باهي باهي غير وسع بالك معاي شوية نبي نبعث مساجات على الماسنجر ونكمل الدردشة مع جروبي حكايات ليبية نغرد على التويتر عندي كلامة بنقولها خلها في القلب تجرح ولا تطلع البرة وتفضح بعدين ما نيعارف خرافك وحكاياتك اللي ما بني تم من وهالرسائل اللي تدزي فيهن شان طاريهن ما هناك شي خاطي دها بالشيرة وعمل بصيرة هذي قولولها دردشة فيسبوكية عبر الشبكة العنكبوتية اتفجر القضية نقول خير هالبلاد ما ركحات ومرة مرة ينبك تفجير من هنا ومن هنا تاريتك عماهم وني غافل عنك بتلبسني تهمة بشهودها يا عياد اني والقروب ما عندنا فيها البلاد لا ناقة ولا جمل نحكو عن غصيصنا واندردشو عن ياماتنا الغبر وهذا المنشور اللي نزلتها توا وعلي قولت الشاعر هم هم نفس الوجوه اللي يجيب الغمة كيفماس كيف اليوم ايه والله نفس حميدة ونفس الوجوه اللي زمان زهيدة ما تقول جدد في البلاد جديدة نفس الحال ونفس الرزالة وطيحة المزال ونفس الفساد ونفس نهم المال اضرب يعليك مقعد فيسبوك ويسمح والله اوني نقول يا حنة ما عاد عاطيتني وجه هالأيام وانتي ماشي علي حل شعرك في الفيس وتهزعي كيفما تبي اسمعي يا مرأ ايوه ما عندي ولية شوخ التريس يعني يهم الفيسبوك ويين هادموين يا حليلي منك اني ما عندي اصدقاء ضيفتهم في القروب عندي صديقات بس نسوان كيفي كيفهم اه قولي هيكي من الأول هاهاهاهاها ماذا ما قروب كله نسوان من هالساعة منضمع مهن وبنشارك في كلام النواع ام انا كيف عال الواحد لازم يتعلم لغة العصر ويواكبه زين زين مفلحة غير في هذه غير أفتح في الأول حساب على شبكة التواصل الاجتماعي واختر لها اسمه صورة نبي نحط صورة مهند ولا صورة سعدة لمجرد ونسميها ارزقني بنصيب يا مولاي هيك يعقابها يا عياد خيانة فسبوكية بعدين خيرك ما تحط صورتك ولا وجهك ما يقابل وجهي ساد انت تشبعي فيه هدا يقولولا فن صيد السمك بالصنارة مدامك بتلعب بديلك من وراي حطني معاك أهدمن في الصفحة المدلك رقوبتي خيرني مهبولو نهارب منك في الواقع تلحقيني في العالم الافتراضيو ومدامك بتفتحي عماي جبهة فسكوبية وبتدقي طبول الحرب نحن لها والبادي أظلم مناني نعم هاتي نقلك يا مرة يحليلي الواه نبي نعرف حسابك على الفيس شو نسمعه اسمع عندكم ولاية هدي حكايتها حكاية وسريبها ما بيتم اص ما نبي نسمع حسك خليني نتصفح صفحتك زين نفلي هفلي كل كلامة وكل منشور وكل لايك دايرتي وكومنت منزلتيه واللي ضيفتيه واللي حدفتيه واللي حضارتيه والاشكال والالوان والجلسيات هدا ما اكل منهم اصدقائكو ونمدين روحي راجل ونحكم ونطلق ولا قبلي ولا بعدي اسمعي من توب نغير البصورد هدي ايوه من اليوم نقاد من الصفحة وكان عاش بك ايوه تمنوا هدا اللي خاش تمنوا هدا اللي خاش لك على الخاص هذي صفحة قلوب ضايعة هكيد ضايعة في هالعالم الوهمي كيفك والحساب الاخر اللي داز لك اضافة منو ملاه؟ ما نعرفها يا عياد اوين كاتب اسمه؟ سماها بعد خراب مالطة هي غير مالطة اللي خاربها هي حتى خلاقك خربت خلي نشوف هدأ شيني منزل منشور كاتب المارد اللي بيتململ ود الله يعوم في البحر تحب تفهم الدولة ربي تبت على الداهبين عقولهم وما زال عينك صحيحة وتشوخي ما صحة وجه هاك شد النقال وقري وراك الدسي عني حواجة ها نهارك للدوري فيه باهي يا عياد باهي هذا منزل منشور كاتب فيه ما رميته لكن الله هرمى شنو؟ حتى هنايو يرسولا 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 حضر طول قبل ما نلقى روحي نوياك أشلاب وبعترق وما شو بالاخر؟ هذي ابنية صغيرة كاتبة في صفحة بنخش الخلاة نبو الروح وليحوشنا يا ماتي يا حنق اللي يطلع من دارة يدلم قدارة ربك يفرج عليهم وهذا يا عياد قسة ساهر زينا كتب الناس راقدة وناقلي لرقادي ايه والله ردي عليكم انت بسرعة ردي اكتبي الناس يرقدوا في الليل وأنا كني لنوم جاني لخبر طنبني وديزي تعليق آخر النوم ما لا داعي يكمل علي الليل وأنا واعي وقبل ما نسكروا الفيس خشي على هذي اللي يقولوا لهم أصدقاء بالك تعرفها الصفحة هذي يا عياد اسم حسابها دلوا عتبوها دلوا عتبوها الناسكم يحبوها طول دزيلها طلب صداحكم طول والحساب اللي بعدها ليك الله يا وطن انا خشي على صفحة قبل خلي شوفوا بيتا وانتصب خيرك سكتي يا همي هدا يا عياد مدزل صورتك وصورتي وكاتب قالي لكم عمكم مارك تحشموا علي وجوهكم وبطلوا تقييد أحوالوا قصقصا لنطلمس الحساب مرة واحدة مناني وعياد يحلى الميعاد في سيرة البلاد خشي نعناد في شنو خطرها مناني مناني نعم زعمك شيء على المغربو شيء على المغربو خطرها